لما نيجي كده نتكلم بقى في جزئية مهمة جدا برضو عايزين ننقلها للسادة المشاهدين انت علاقتك بالكابتر خطيب هل الكابتر خطيب بيقعد مع الأحفاد وبيقعد يرغي ويتكلم معهم وبيلعب مع حفيدك مع ابقى اللي هو حفيده اللي هو ابنك ولا الكابتر خطيب كتر المجهولات بتاعت النادي الأهلي مش بخليها يعمل كده ولا يعمل كده يعني هو ما شاء الله رقم واحد عنده نادي الأهلي وده بالنسبة له رقم واحد على الأسرة وعلى أي حاجة لكن طبعا بيدي وقت المناسبات الأسرية المناسبات الأسرية بيدي وقت طبعا للأحفاد يعني بيدي الأحفاد دي الصورة بتاعتك مع دي صورة دي كانت في النادي الأهلي الجزيرة مجلس اللي بقى وهو كانت مجلس دار فيه مجلس مدير النادي يعني دي من الصور اللي أنا بعتز بيها كانت خطيب من الشخصيات المحترمة جدا طبعا أنا عندي محمود يسمي محمود على اسم الكابتن محمود الخطيب ربنا يخلهمك يا رب ويخلي الكابتن ويخلي كله عنده 8 سنين وعندي بنتي الكبيرة 12 سنة اسمها جعيان هنتكلم عليها ما تقلقاش هنتكلم عليها طيب وزبا أنت لما تقدمت لأسرة الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب قبلك إزاي في أول مرة توشك أحمر ليه بمنتهى الاحترام طبعا يعني دي عادة الكابتن محمود الخطيب لما رحت عشان أتقدم تقولوا يا عمي وحط ويشك كده يا عمي أنا طالب إيد بنتك ولما تقدمت خدت فترة طبعا يعني فترة تعارف الأول علشان كده حتى لما في نهاية كاس مصر لما بوست الدبلة أنا ما كنتش خطاب كنت قالي فتحة بس إنما النية موجودة يعني قريم فتحة وفترة تعارف فترة أسرية يعني والدي والدتي وروحنا أقدمت عادة يا كلنا وستقبلونا استقبال محترم جدا فيه قرم ضيافة الكرم والدكتورة والولاد متربيين أعصب من كده مفيش وكابتن كريم يعني ولما عدنا فترة فترة تعارف بعد راية الفتحة بعد كده تمت الخطوبة إزاي إزاي يا أسامة يحكي برد عاوزين نقولي استاذا المشاهدين كلام ده أنت ما حكيتوش قبل كده بس نزم تحكيه عشان نبين الجانب الإنساني في الحتة داية بالذات كابتن الخطيب قالك اي بقى بعد ما انت خلاص بعد الفتحة دخلت في الخطوبة خطوبة خلاص دخلت في الجد خطوبة عدنا بعد الفتحة فترة عشان يعني نعرف بعض يعني حلوة تعرفت تعرفت على بعض دخلنا على فترة الخطوبة عدنا برضو بعدها فترة وأعلننا يعني وقتها ما كانش فيه أي حاجة خالص يعني كانت خطيب إنسان بسيط جدا متساهل جدا ما فيش أي طلبات خالص الأمور مشت كده جوزت بعد دي ايه بعد الخطوبة عدت قد ديه عدت سنتين فترة الخطوبة بعد سنتين مش طويلة أو فترة الخطوبة سنتين قلت بجهز البيت بقى اه بجهز نفسك بقى إنما انت لقيت منهم وطبعا خلي بالك في حاجة تانية برضو احنا في الفترة دي المقشاط والبطولات يا كابتنون صفا إنت ما كان فيه تلحم ما فيش فترة راحة أصلا اه أنا فاكر ما انت بتقولي كنا بنكسب بطولة بتسافروا في أفريقيا تسافر تاني يوم أهل زمالك بتسافروا مش عارف أبي جان فبعدها حصل الارتباط والجواز يعني فالحمد لله حتى يعني مراتي من يعني لا دي بنتين احنا مربينها يعني ربنا يخليكم البعض ويخليكم أولادكم كان وشها وشها حلوة علي يعني طيب كلمنا على شخصية كابتن خطيف في البيت عاملة إزاي لأن الناس عايزة تعرف الجانب ده هو شخصيته في البيت زي الشخصية العدال اللي بتظهر وتتشاف هادي هادي جدا بس بيحبش الدوشة آه كلامه قليل جدا آه آه مع الأحفاد يعني لما بتيجي فترة بيديو حقهم آه طبعا بيقعد يلعب معاهم يعمل لهم مسابقات بقى ساعات مسابقات حاجات حسابية كده يعني هو شوف مين ما في الأيام اللي عادية اللي فيها أجهزات يقعد يلعب مع حفيظه بالكورة وبتاع الكلام ده آه طبعا أنا هقول لك على حاجة بقى آه حتى محمود ابني دخل أول كاس هو رح شال الكاس أفريكي فواحد يقول لي ما شاء الله ده هو عارف إن الكاس ده عارف طبعا آه عارف الحاجة اللي بيتجيب فلوس آه ده الأهم ده طيب آه الكابت الخطيب وهو في البيت بيقعد يلعب بالكورة مع المعلولات آه ولا ما بيلعبش كورة معه لا على الواقف طبعا على الواقف ما هنقول لنا على الواقف آه آه الثانية مرة هحكي لك القصة بقى هقجلها في حتة تنتمين آه إن دي حاجة الأول مرة أنا هقولها آه وآه أبدي إيه الخطيب في حتة الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى آه فخليها دي بس لما أخلص آه يعني إنت دلوقتي بيتقريب من الكابتر الخطيب قوي آه إيه الموقف اللي حصل آه موقف كده من الموقف الزريفة اللي حصل بينك من الكابتر الخطيب الفترات اللي فاتت الفترات الأخيرة كان خاصة بعد آه نهاية أفريقيا البطولة التاسعة تاسعة آه آه الآضية الآضية دي آه ودي أنا رحت أخدته من البيت علشان أوصله على الملعب أستاذ القاهرة عشان هيحضر المباراة آه آه خدت وقتها قال أنا آه عايزة روح على المباراة على طول مباشرة يعني شعاوش روح قبلها عشان ما يعودش آه يعودش وكان مضغوط وتوتر كويس إن هو آه ما بيع مضغوط زملك متروحش خالص آه يبقى واخد العربية مطالع بيها في الطريق الصحراء وراح جاي لحد المباراة تخلص ولك النتيجة ايه فروح تخدته من البيت لول صلينا مع بعض المغرب جماعة وروحنا في طريقنا على الاستاذ وصلنا على المباراة مباشرة يعني جويس فكان بعد المباراة دي سعيد جدا ومبسوط وحتى يعني وقتها كلموه في النادي قالوا يا كابتن دا الجماهير قدام النادي كتير جدا والناس دخلت ملعب مختار التيتش قال لهم محدش قرب للناس سيبوا الناس تفرح تفرح وتتبسطوا منتوا من بعيد بس وقفوا حواليهم سيبوا الناس النهاردة خلي الناس تفرح فحتى هو راجع يعني كان بيحمد ربنا بقول انا يعني عايز اشوف اشكر ربنا ازاي على كرم وفضله يعني نعم كان برضو من الحاجات التانية كان راكب معايا ماشي نازم واقول لك اسألك اين تطلع على الحاجات اللي عنها كان راكب معايا العربية كابتن كنا في اشارة والدنيا زحمة والاهلي قبلها بيوم كنا كسبانين بطولة السوبر المحل كويس واحنا ماشيين فالدنيا زحمة فواحد شافه يا كابتن عايز اتصور معاك فكابتن نازل يزيز عشان اتصور معايا نخلص انت كسبان يبقى الروح السوبر مجموعة من الناس افرك يا كابتن افرك يا كابتن كابتن قال لي بقى في العربية قال لي هي دي عظمة جمهور الاهلي طبعا جمهور ما بيشبعش يعني النهاردة تكسبان بطولة مبارح النهاردة بيقولك البطولة اللي جاية اهلي طيب وسببا انا هتكلم احنا هتكلمنا في بداية الامر كده في الاول خالص واحنا وقفين كده اتكلمنا قلنا النادي الان كان بيعاني من رأس حربة ام انت شايف دي الازمة دي سبابها مين هل قطاع الناشئين ولا بصفة عامة في مصر ولا المكتشفين اللي هم بيكتشفوا اللاعبين المواهب الموجودة انت شايفة من وجهة نظرك اللاعب فيها هي منظومة كاملة منظومة خلي بقى احنا كان عندنا مشكلة في حراسة المرمى في 2006 مزبوط وكان وقتها ان الاندية بتجيب حراس مرمى اجانب فكان فيه مشكلة في المركز ده نادرة بتبقى نادرة اوه في المهمين طبعا والاندية بتستس تروح بتجيب لعبة اجانب في المركز ده وكان فيه منتشر وقتها في الاندية فجيت اتحاد الكرة بالناس القائمين على الرياضة لأ المركز ده يبقى للمصريين الفترة الاخيرة طبعا اول حاجة اسلوب اللاعب يعني اتحاد الكرة كان محدد محدد طبعا ما هو ده المفروض ده اللي انا قلته في البداية الامر يعني لو شفت في الاندية وقتها في 2006 هتلاقي عدد كبير جدا من الاندية من الاندية لا في حراس المرمى الاجانب اه ما نبقى على حراس المرمى ايه الاجانب الفترة دي طبعا طرق اللاعب ان الاندية بتلعب براس حربة واحد الحاجة التانية بقت معظم الاندية او كل الاندية بتستسمر في الراس الحربة المهاجئ فبقت النهاردة اللي عنده راس حربة كويس ما بيبعوش اه طبعا لان ده بيجيب له بطولات وبيجيب له سبونسرز وبيجيب له افريقيا ويوب كلام ده كله لا علشان كده لازم ترجع ازاي النهاردة الناس القائمين في الرياضة المصرية زي يحط يعني شروط لواء حاجة عشان المركز ده يرجع تاني يعني انت بتفق معايا احنا عندنا نقص في الباكليفت والراس حربة طبعا انا بدبع على الاندية خلاك اتحاد كورة بقى كمسؤول بعد ما يقعد مع المزير الفني بتاع المنتخب ويقعد اتكلم معا يقول لهم مفيش تعاقد معا على باكليفت ولا سنتر فروت طبعا تفق معايا في كده اه طبعا لازم كل حاجة بتبتدي من الناس المسؤولة عن قطاعات النشئين عشان تبدأ تخطط للمستقبل انك من هنا وانا بغطي قطاع النشئين في نادي الاهلي يفتكر اسم ده كابتن مصطفى قل لي لعب في 2007 مهاجم اسمه محمد عبدالفتاح تاحة محمد عبدالفتاح تاحة عشان ان شاء الله بعد يعني سنة سنتين ثلاثة اوه سنة كم سنة دلوقت ده 2007 2007 يعني يعني تتكلم في 16 سنة ده لازم يلعب بعد سنة او سنتين بسكيل اوه 16 سنة سنتين بسكيل اوه سنة سنتين بديك الاسم ده ان شاء الله ده يكون مهاجم النادي الاهلي منتخب مصر فيهم الايام يا تاحة انا بقولك انت اسمك بشكلك هيطلع لك كورا كويس ان شاء الله وانت بتلعب فيهم في النادي الاهلي اتمنى انك تحافظ على نفسك وتوصل للفريق الاول وتبقى نجم من النجوم ان شاء الله وده اللي بيرشحك كابتن اسامة وهحزب انا فيه بيني وبيروح ساب حزبه على كده كابتن مصطفى نصائح مهمة يعني طيب اه انت شايف الندرة من المهاجمين بسبب كده يعني اه ان المفيش تنسق بين الاتحادات وبين الاندية اوظم اللعيبة اللي بتجيبها اجانب مهاجمين اه بس بس غالية اسعارهم غالية اسامة يعني لما اجيب او طلع اتنين ثلاثة لعيبة من عندي من النشئين وابدأ اجهزهم غير ما اجيب واحد من برة جاهز ما هي طيب احنا قلنا طب ايه ايه مواصفات الرأس الحربك كويس ان انت تبقى منطمن له وانت قاعد برة كده وانت مدير فني وشايف ان ده ممكن يكسبني في اي وقت المهاجم اللي بيعرف يسجل من انصاف الفرص او ده رب بالنسبة لي رقم واحد ان الراس الحربة دي تبقى ملكة انت ممكن تدي المهاجم خطوط عريضة اتحرك لكن مش هتعلمه ازاي سجل قد اتعلم من صغره طبعا دي تبقى موهبة بالفطرة ازاي ممكن اعمل حاجة المدرب نفسه ما توقعه ازاي ليه تعملت مع منتخب العسكرية ناس طويلة قوي وانت قدي كده فسطهم وجبت قول براسها دي تبقى بقى انت اللعيب نفسه ماهو ده اللعيب نفسه ماهو ده بقى ده التعود وتتمرع نعيب مفيش حاجة ما يجيش غير بالتمرين حيط طيب احنا الوقت احنا عدينا الوقت بس الوقت معك بصراحة انا لسه عندي شوية تأسيلة وبش هسيبها بش هسيب الحالة دي لما وخلص الكلام ده انشاء الرحمن يعني انت غتعلق تقيب الجمهور قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري اشتركوا في القناة